شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زاتي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جلوت إثنان والذي تدريه المنطقة الغربية العسكرية في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بدأت المرحلة الرئيسية بعرض لملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع شهد الفريق أول محمد زاتي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جلوت إثنان والذي تدريه المنطقة الغربية العسكرية في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعلق اللواء أركان حرب محمد هيسا محمد حلمي قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى حرص الرجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي ونقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات وكان الفريق أسامى عسكر رئيس وأركاني حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع